اوه الدوبابر حاضر ايه 24 ار تلغطوه اروح نقلعو شوية الدوبابر سوف نقول لكم الى البيان اللي جاء عن وزارة الداخلية الجزائرية بعد الاعلان على على فتح المعبر تشوفوا هنا اعلان على فتح المعبر الحدودي قال لك باللي تنفيذا لتعليمة الرئيس الجمهورية كذا كذا تشيل المعبرين الحدودية الثبتين من الجزائر وموريطانيا والتي اطاق الاخر تعلم وزارة الداخلية باتفغادها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي مستوى بن بوريد الشهيد رحمه الله ابتداء من يوم الجمعة قصد فتحي امام حركة الاشخاص ودمام سلالسلتها ودقونا وخروجا من وإلى الجمهورية الاسلامية الموريطانيا وذلك بموزاة مع فتحي امام حركة التجارية عجم ليها هذه عجم ليها أنا كنت كتبت رديت على هذا الاخر كما ركما عادت شقوق قلت تغريدا تاعي بهذا القرار سنشاهد سيارات بالترقيم جزائري وهي تتجول في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية وإذا فتح المغرب وموريطانيا المعبر الثاني إن شاء الله جنوب السمارة بهو بين كيلت الزمور وبير موغرين سيكون أسهل على الجزائريين السياحة في ربوع الصحراء المغربية بسيارتهم ومن ثم الوصول إلى أغادير ومراكش عبر طريق السريع تزنيت ومع الاستثمارات المغربية في موريطانيا ستصل السلاء المتنوعة الموريطانية إلى السوق الجزائري بدون جمركا وستنتهي حكاية جمهورية الوخواق عبر المعبر الحدودي الذي تم تتشينه أول أمس ويحيى عمي تبون يعني هالتغريدة كلمت بسخرية بسخرية وباش نعطي لوحد الرؤية باش نعطي لوحد الرؤية على أن هذا النظام ما عندوش يعني ما عندوش فكر ليش يومش البعيد هو يعمل من أجل استعداء المغرب ومحاصرة المغرب وكل ما من شأن أن يضعف أو يضرب المصالح تلك المغرب لكن تلقاهم بعد يديرو على الخدمان لي قد يوم من ذلك قد يخاف بعض الإخوة في المغرب طبعا أنا نعذرهم الله يحسن العون لأن ما جاء من شرقكم ما هو السهل ستين سنة وعداء ويحسن عونكم أتفهم ذلك لكن يجبكم تفهموا بأن ما أكتبه هو مزعج للنظام العدو هو مزعج للنظام العدو وبالتالي هم يقرأوا طبعا هذه التغريدة يقرأوا هذه التغريدة نزعجوا لأنهم هم قد يفكروا يقولوا خصوصا السفرين ما كاش ما كاش طريق لحد الآن رمعات قد يبنوا فيها يجوا لي كات كات ما تركوا لي جزائرية يمشوا حتى الزويلات ومززويلات يمشوا للمعبر تالقرقالات ويبدأوا يكتشفوا الجزائريين بالسيارات أنت لأن السلطات المغربية جوى السفر الجزائري مسموح الدخول تسعين يوم تسعين يوم يكتشفوا الصحراء المغربية ويقولوا يحطوا لي فيديو في التيك توك ويديروا لي لايف قلقوا الدخلة هذه الدخلة لي كنت تتحكوا لها الدخلة المحتلة العيون المحتلة كنت تكتبوا علينا تنهار لبروباقاند أنت عصابة العسكر من جنوب المغرب الأقليم الجنوبية أنت المملكة هذه عصابة العسكر أرغم نقولكم واحدة النقطة في 2017 بطفريقة اطلب من المصالح أنت رئيس الجمهورية يديروا دراسة جد وفتح الحدود في 2017 من بين النيقات التي تم إدراجها في تلك التقرير الذي رفع له أنا داك هذه النقطة أن يصل الجزائريون بسيارتهم إلى مدن الصحراء المغربية وتما ستكون بالنسبة إليهم الطامة الكبرى على مستوى الإعلام لأن الإعلام الصحراوي مضطهدون ضايعين مغبونين كين التشريد كين يجيقوا مدن أجمل من مدن الصحراء في الجزائر مرافق لا توجد في كبرى مدن الجزائر قد يكتشفوا الحقيقة وعندها أيضا وش يوقع لأن مهومة المصالح رئاسي الجمهورية آنذاك ربطوا ما وقع في 88 بأن الأحداث متع أكتوبر 1988 كان نتاج دخول الجزائرين إلى المغرب بأن كان تفتحك الحدود في شهر ماي 1988 دخلوا الجزائريين الوجد وشافوا في ذلك الوقت ألقوا الفرق إذن هذا المعبر الحدودي مع مؤيتان سيسمح للجزائريين خصوصا سكان الجنوب لماذا يذهب ويحوسوا في الداخل لأن يوصل للنواقشة أو يوصل للنواديب ما حال بقي له 4 سوية 5 سوية ورا في الداخل ويشوف شواطئ الخلابة ويشوف يعني المرافق ومبعد شي يدير 5 سوية ورا رف العيون طريق سريع يزني الداخل يشوف العيون والحدائق والإستعد والمرافق ويدير لاي في اليوتيوب طبي صديق من عمق الجزائر قال لي بالحرح في الواحد لو لم أكن أعرفك شخصيا بهذا العبارة لما صدقت ما نشرت يعني نقولها كم شي نعرف وليد ما يكذبش ما نصدقش قرت العيون باي داي باي نايت يعني نهارا وليلا الناس تفاجأت الناس تفاجأت فيديو كان حصد أكثر من 680 ألف مشاهدة أنا الناس كتشفت حقيقة الحقيقة التي يخفيها هذا النظام اللي باني وجوده على دعاية وبروباقاندا ما زال كثير من جزائرين رأم ضحية انتهى تكلمت عن الجانب السياحي صحيح ما كانش عن الجانب السياحي همشتموا أخرا المنتدى المغربي الموريطاني تدفق استثمارات مغربية رجال أعمال مغيبة يبشوا ديروا اليزيزين في موريطانيا علاش استيلاء الموريطانية بتبقى القانون ما فيهم الجامارك أمام دخول يعني الجامارك الجزائري وبتريوا سوق الجزائري سوق ضخم طوق كبير علاش هو قال لهم نهار ليستقبل الوزير الرئيس الموريطاني سوف تكون موريطانية الأصل يديروا لك موريطانية الأصل والاستثمار مغربي وبكن لضرائب لأولو لجمراك كنتم تأمنوا بالاتحاد المغاربية وتأمنوا لن تعترضوش لن تغلقوش المعبر خلوه محلول ويش تنتعش التجارة والسياحة ومليحة هذه نحن كنا متمنين أكثر من هذا كنا متمنين أن هذه المشكل بين الجزائر والمغرب يتحل وتندوف عندها سويا رفلو طيف طانطان يبحروا الحوت حتى فيما يخص تعرفوا بلي هذا النظام غبي وبليد حتى فيما يخص السلع الجزائري اللي بغترح للموريطانيا عبر المغرب أكثر سلاسة أكثر سوء وتوصل بالخف بسرعة سمع عندكم شو الطيب ناسي وتسقطون في شر أعمالكم تسقطون أنا في شر أعمالكم سنرى تدفق السياح الجزائريين على أقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والأكيد أن البروباقاندا لعصابة العسكر ستنهار ستنهار لأن عصابة العسكر خاف من الجزائريين يفيقوا بالحقيقة ومع لش غرقين الحدود مع المغرب يعني مغنية وجدة خايفين من الانهيار خايفين أن الشعب الجزائري اللي راهم في الإعلام انتاحهم الغبي وش يقول عن المغربة فالجوع راهم ما يموت بلد فيها الخير كما المغرب خايفين خايفين يدخلوا يلقوا السردين بأورو وهما السردين وين راشحر يدير يدير حداش أورو حداش مرة خايفين يشوفوا الخيرات في الأسواق وخايفين يشوفوا البلدات على الطرقات الشواء يهبلوا ما يقدروس لأنه هما يصوروا للشعب الجزائري هو يجمع عندهاش علاقة بالواقع في المركة لاش يخافوا من فتح الحدود هذه هي الحقيقة نتاعهم نمشوا الموريطانية وحللوا حدود نمشوا الموريطانية وحللوا الحدود ونشوفوا ما نشع عافظ لكم مبارا وما يفكروا بعد التغريدة اللي انشرتها وما را وما يفكروا الآن ما شي يقول هاتخريزة نمنعوا الجزائريين باش يدخلوا المغرب ممنوع ما ايش عالو كيفاش غادي يديروا المهم اي حاجة يديروها غادي يديروا الدروحة ومتبه ديلة امام العالم هذه هي الحقيقة انتاع عصابة العسكر هذه الحقيقة انتاع عصابة العسكر التي دائما كما قلت تقع في شر اعمالها